نصبح بالخير باليسمين بالورد على الأستاذ الأديب والقاص محمد لمسلاتي أستاذ محمد أنا سعيد بحوارك وسعيد بأنك تكون معنا ضيف في هذا البرنامج صبح نور أستاذ أحمد وشكرا لقناة المصار ونتمني أن يكون لقاء في مستوى هذه القناة الرائعة الله يسلمك خلينا نبدأ بشق إداري كونك عضو في اتحاد الأدباء والكتاب الليبيين هل تضيف هذه العضوية للأديب شيء مثلا هو في الحقيقة الكينات النقابية هي مؤسسات أهلية ومدنية للحفاظ على حقوق الأديب والكاتب وأي شريحة ينتمي لها مثلا موظف محامي قانوني هي شريحة صحفي طبعا هي تحتني بشكله وبآخر بحقوقه وبتنظيم حقوقه وواجباته يكون عند ملجأ لحفاظ على الحقوق ولكن على المستوى الإضافة الفنية أو الثقافية أو الأدبية أو الخبرة هناك مفترض يكون لكل اتحاد وكل نقابة تكون لها دورات تكون لها أنشطات تكون لها مثلا مشاركات خارجية من هلت يكتسب الكاتب والأديب عضو النقابة الخبرة يكتسب مثلا الاحتكاك والتقارب مع المثقفين للطلاع على ثقافات الآخرين من خلال التواصل معهم على المستوى الشخصي أو المستوى الاتصالي لذلك نجد النقابة فعلا مهمة جدا على المستوين ولكن المشكلة للاتحادات والنقابات في ليبيا خاصة بعد هذه الفترة وما تعيش الدولة الليبية من ارتباك ومن عدم وضوح ومن خلخلة وعدم استقرار وخلخلة كاملة هذا أثر حتى في الاتحادات والنقابات من حيث أنها أصبحت هناك تشضي حتى في تركيباتها في تكويناتها وخاصة عندما كانت هناك مثلا تقسيمات للحكومات مثلا حكومة في طرابلس وحكومة في بانغازي وكيام في بانغازي وعدم مثلا اتصال بين الكتاب عدم منعقاد مؤتمر مثلا عام تحدد فيه الخطوط والأهداف والاستراتيجيات المهمة وهذا لا ينطبق على نقابة أو اتحاد الكتاب والأدباء فقط ولكن ينطبق حتى على كافة النقابات فالعمل النقابي هو مهم جدا يعني عامل من ضمن الحريات حريات الكلمة حرية النشاط النقابي وهو من ضمن القوانين اللي موقع عليه الليبيا والمواسيق الموقع عليه الليبيا مع الأمم المتحدة بحيث النقابة هي ممارسة حرة وبالتالي اتحاد الكتاب والدباء هي اضافة على المستوى الحقوقي أو المستوى الإبداعي نعم إذن هي الآن تعيش حالة من ما نشعار إذا كنت دقيق فلوسف موت ريري يعني ما لهاش أي نشاط كنقابة أو كرابط صحيح وكرابط أو كاتحاد كتاب دباء الآن مبعثر ومشتت وحتى حاولوا بعض الزملان هم يعيدوا الحياة إليها ولكن هناك أمل إلى شك في ذلك بمجرد تستقر الدولة ويكون هناك فعلا استقرار عام في ليبيا لأنه هو انعكاس كامل لجميع الكينات وجميع المؤسسات متعيش ليبيا الآن ولكن أعتقد هناك خطوات الآن سواء على مستوى الرابط العام في طرابلس أو على مستوى الفروع هناك محاولة لإعادة الإحياء وهناك مؤتمرت تقريبا سيقام في طرابلس قريبا يجمع الأدباء والكتاب وبعض الأعلميين لمناقشة وتخطيط بعض الأمور التي تهدف إلى إعادة الحياة إلى هذه الكائنات مع حالة مع حالة مع حالة التشضي والانقسام والتباثر وعدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا منذ تقريبا 11 سنة استد محمد وحالة الاستقطاب الحاد في كل شرائح المجتمع مختلفة أين يقف الكاتب من هذا هو الكاتب الحقيقة دائما له دور ودوره قد يكون غير مباشر أو غير الكاتب والأديب يختلف يعني هو بالدرجة الأولى هو مواطن وله دوره كمواطن في أي حركة سياسية حركة شعبي في أي هذا الجانب كمواطن ولكن كناحية إبداعية هناك طبعا يحاول كاتب التقاط واختناص كل ما يدور حوله لأن يتأثر بما يدور حوله من مآسي من أحداث من وقائع من ظروف من كل هذه الأشياء حتى تنعكس وتظهر في أعمال إبداعية وأدبية ونجد فعلا هناك مثلا نشاط الآن على مستوى القصة على مستوى الشعر على مستوى الرواية لأنه وصف للحالة الإنسانية بالضبط التعيش المجتمع لكنه بعيد عن الشأن السياسي مثلا هناك مثلا بعض الكتاب والأدباء بشكل كما ذكرت كمواطن هو مشارك في الأحداث في مظاهرات في مواقف معينة كسياسي أو كمثقف بشكل عام ولكن الناحية الإبداعية تختلف جدا ليمكن أن نحن مثلا نحول القصة إلى منشور سياسي مثلا أو نحول القصيدة إلى منشور سياسي ولكنه عمل يتسم بالتقاط الواقع وتصويره وإعادة بشكل برؤية فنية لهذا نجد أن أغلب الأعمال مثلا العالمية والإنسانية عاشت حتى بعد مئات السنين مثلا نظهر على سبيل المثال روايات إرنستي منغوية يعني إرنستي منغوية برغم أن هذه الروايات مثلا أغلبها كانت الحرب العالمية وكان هو كامراسي صحفي ولكن عمل الأدبي ما بقى من إرنستي منغوية وكأنه به ما يؤرخ يؤرخ بس بشكل إبداعي بشكل إبداعي بشكل أن الحدث ينقلك الحدث بأحداثها بتفاصيلها بإنعكاس نفسيات الناس بكل الأمور التي لا يلتفت إليها المواطن العادي ولكن الأدبي والشعر والقاس يحاول بقدر الإمكان أن يجسد هذه الأحداث ولكن برؤية فنية حتى تكتصب الديمومة والصيرورة والبقاء للأجيال القادمة وعادت الأدب يكون حتى مرجع يعني مرجع لعلم النفس مرجع للمؤرخين مرجع للكثير من الدارسين والمختصين بحيث أن هناك رجوع لتفاصيل في فترة ما ولكن برؤية إبداعية برؤية حية بمجرد أن تقرأ النص وتقرأ الرواية تعيش الأحداث بتفاصيلها وبأحداثها وبتنفع معها بمشاعرك وبإحساسها فهي كما ذكرت حضرتك فعلا هي التقاط أو اقتناص أو وصف للحظة الإنسانية للدور في فترة ما سوى كانت فاردة ازدهار أو فترة انتكاس وبالتالي نجد فعلا الأدب الليبي خلال هذه المرحلة في فترة الحرب في فترة المفخخات في فترة القنابل في فترة النزوح نجد أن الكاتب استطاع أن يلتقط هذه الأحداث وأن يجسدها في أعمال فنية ستعيش للأجيال القادمة بإذن الله أستاذ محمد هذيان الوجع مجموعة قصصية جديدة هل لك أن تحدثنا عن هذا الوليد الجديد هذا يقودنا فعلا أستاذ أحمد إلى لما كنت أتحدث له في السؤال السابق هذه المجموعة كتبت من خلال فترة عام 2011 إلى تقريبا 2017 أو 2018 وهي مثلا التقاط واقتناص للظروف والمراحل اللي مرت بها ليبيا خلال هذه الفترة ولكن ليست من ناحية تاريخية ولكن من ناحية تفاصيل الأحداث لدى مثلا المواطن البسيط تلك التفاصيل الموجعة تلك التفاصيل المؤثرة تلك التفاصيل التي تعبر عن العكاس لما تعيش ليبيا خلال هذه الفترة وبالتالي حتى العنوان هذيان الواجع بمعنى أن الهذيان هو مرحلة يفقد فيها الإنسان تركيزة ويفقد فيها رؤيتة وهو مرحلة ضبابية التي عيشها أي إنسان عندما يصطدم بواقع مؤلم يقود إلى الهذيان لدرجة أنه لا يعرف ماذا يقول وبالتالي كانت هذه المجموعة هي رصد لمرحلة كاملة حدود عشر سنوات ولكما ذكرت هي مرحلة اقتناص لحظات واقعية برؤية قصصية فنية بحيث شنو أهم الصور التي جسدت هذه المجموعة مثلا والتقدتها أستاذ محمد أذكر من ضمنها حادث اغتيال الشهيد مفتاح بوزيد كانت من ضمن الاقتناص اللحظات فعلا القصصية وكانت معامنا بصيرة ذاتية لموت أنيق وهي تحاول أن ترصد اللحظة التي اختل فيها الشهيد الصحافة من اي زاوية رصدها من الزاوية ايضا يعني من الزاوية الحدث يبدأ منذ خروجه في الصباح حاملا مجموعة من الصحف لتوزيحها وهناك منالوج داخلي في نفسه حول ما يدور في ليبيا ايضا يحاول أن يضع رؤوس اقلام لبعض المواضيع الصحفية بصفته هو رئيس تحرير في صحيفة برنيق الى ان يختال وكيف يكون عند ايسالة الدم خلال اغتياله يكون هناك تمازج ما بين الدم ومن بين ما كتب في الصحف التي كان يحملها على الكرسي في جانبه وهناك رابط ما بين الحرف ومحاولة لربط ما بين الحرف ومحاولة ومحاولة الدم بأن الكاتب والأدي والصحفي والإعلامي بشكل عام هو يدفع السمن وهذا يقول ايضا لسؤالنا الاول هل هو بعيد عن الاحداث فنجد وفعلا حتى ولو كان في عمق الاحداث حتى لو كان كان بعيدا في الاحداث من حيث المشاركة العملية في بعض الاحداث السياسية ولكن نجد ان هناك مشاركة فكرية مشاركة ادبية مشاركة صحفية فنحاول كاتب ولذلك نجد ان اغلب ان هناك من المستهدفين كانوا الكتاب والاعلاميين والادباء بالعكس كانت هناك قوائم للمتطرفين تضع الكتاب والاعلاميين في الصف الثاني او الصف الاول بعد القوات المسلحة بعد رجال الامن يأتي الاديب والفنان لانه يشكل خطر على التطرف بما يطرح من ثقافة من رؤية من صحافة من اعلام ومدى قدرت على رفع درجة الوعي وهذه نقطة كانت فعلا فنجد فعلا مشاركة الكاتب والاديب والصحفي في 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 الاحداث هي مشاركة كما قلنا فعالة فعالة جدا نعم ملاحظة ان افكار قصصك مستمدة من البيئة الليبية هل يأتي هذا كونك يعني عشت لفترة في مطقة وصف البلاد تأثرت بهذه البيئة هو الكاتب يعني يتأثر بشكله بآخر يعني الانسان هو في النهاية يعني حتى لو لم يتأثر بالبيئة المحيطة والبيئة التي يعيشها مثلا حيث كمواطن أو كإنسان في منطقة ما كانت شعبية كانت في أي مكان نجد أن الكاتب هو أيضا ابن البيئة الإنسانية بشكل عام يعني نجد أن الكاتب هو ابن هذا الواقع يعني ابن هذه الحياة بكل ما فيها وخاصة إذا كانت هو يعني تسعت مثلا أو انتهت الحدود ما بين الإنسانية فنجد الإنسان هو ابن بيت الاجتماعية التي ولد فيها وعاش فيها وارتبط بأناس داخل هذا المجتمع أو ابن البيئة الإنسانية بشكل عام يعني هو في النهاية مرتبط بهذه البيئتين يعني فنجد أن القصص دائما ترتبط ب بخصوصية المحلية وكما ذكر نجيب محفوظ عندما سئل عن العالمية فأكد أن العالمية هي عمق في المحلية في الخصوصية المحلية بمعنى أن ما أراه أنا محلي أو بيئة خاصة جدا محيطة بالكاتب بالنسبة للكاتب الآخر هو عالمي هو شيء جديد وهذا مثلا نجد أن نجاح إبراهيم الكوني في تركيز على الصحراء وعلى البيئة وعلى الأسطورة وعلى المجتمع التاريلي فلذلك كان الصدى في الخارج كبير جدا تجربتي المتواضعة في القصة كانت مستمدة من طفولتي من حكاية الجدات من ارتباطي بمنطقة سوق 11 حيث ولدت بمنطقة خريبيش وتوريلي حيث عشت فترة طفولتي فكان لي لتلك الوجوه وتلك البيوت القديمة وتلك الحياة الشعبية التي ترتبط بالدفع وب البحر والبحر الشعبية التي كانت لها ملهمة فبشكل أو بآخر تأثرت بهذا المحيط وكانت دائما محاول بقدر امكان مثلا انقل ما اراه حتى برويط الطفولية كنت دائما اتخيل عندما ارى مثلا امرأة عجوز تجعيد الواجه التعابير كنت حاول ان تقرأ التفاصيل ولكن برؤية طفولية وبالتالي كانت تلك المرحلة نواة مرجعية وكانت اساس وطفولة بشكل وباخر هي مخزون لكل كاتب وكل اديب نجدنا الكاتب ومهو بشكل او باخر تأثرت هي مرحلة من الحياة فتأثرت بهذه البيئة وخاصة كانت توريلي وتجمع جميع الاصناف تجد فيها البحار وتجد فيها المعكوس وتجد فيها الشيخ وتجد فيها الطيب وتجد فيها تصنيفات مختلفة وبالتالي تعطي المخيلة براحا كبيرا وخصوبة اكثر وبالتالي كانت بالنسبة لي مخزون اساسي ومهم جدا وأيضا لا ننسى الجد والجد أنا طبعا تربيت مع جدي وجدي فكانت تجربتي مع هذين العجوزين كانت تجربة غنية تجربة تعلمت كثير وكانت جدي تعشق الحكايات وصرد الخرار في القديمة وبالتالي كانت كل هذه المؤثرات هي روافد لإعطاء القدرة على المخيلة على رصد كل ما هو حولي ونجد ذلك في ليل الجدات كتاب للجدات هو جزء من كتاب الحكايات ويجمع ما بين السيرة الزاتية والناحية الاجتماعية من حيث اقتناص جميع التفاصيل التي كانت في تلك المرحلة الخمسينيات وستينيات نعم طيب في عام 1987 كانت لك مشاركة في ميرجان المربد بالعراق صحبة الأساتذة الأدباء علي مصطفى المصراتي رحمة الله عليه والأستاذ سالم العبار أطال الله في عمره ما الذي تذكره في هذه المشاركة وكان معنا أيضا المرحوم الأديب والكاتب والصحافي محمد السمس الغزال الله يرحمه كان معنا أيضا الشاعر الكبير علي الفزاني المرحوم علي الفزاني كان معنا أيضا على ما أذكر الشاعر الكبير عبد الحميد باطاو أيضا الشاعر علي الخرم الكثير من الأدباء والأسماء الكبيرة جدا في تلك الفترة أذكر في تلك الفترة سبعة ثمانين كان هناك المرجان كان هناك الشاعر أذكر حادثة فعلا كانت واضحة في خلال الأمسية الشعرية كان هناك الشاعر منصف شدوي لا 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 شاعر التونسي كان الشاعر طبعا يلقي في القصيدة قصيدة فقاطع كان وزير الثقافة العراقي لطيف نصيف جاسم نصيف جاسم أعتقد الشاعر منصف المزغني شاعر منصف المزغني وكان شاعر من الشعرات التونسيين اللي لديهم جرأة في طرح الأفكار والأرى فيبدو أن تدخل الوزير بتعليق في منتصف القصيدة فتوقف الشاعر عن الشاعر وكان فعلا استهجا المقاطعة وترك المنصة لأن الوزير الحقيقة تلاف الموضوع وجاء إلى المنصة واعتذر بشكل رسمي لجميع الحضور وقال أنا مقاطعتي كانت مثلا لأن الوقت هناك شعراء آخرين فحاولت بشكل دبلوماسي بآخر دبلوماسي فقبل الشاعر المنصف المزغني العذر وأكمل القصيدة أيضا شارك كان مرحوم زرقباني شارك بقصيدة فعلا 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 كانت الهصد لدى الحاضرين في تلك الفترة شارك الشاعر علي الفزاني على ما أذكر بقصيدة دمي يقاتلوني ناكو على 34 سنة وكانت المصادفة السيد علي الفزان الله يرحمه وكانت مسار تعليق محمد سنسل الغزالي وسالم العبار فكان هناك طبعا أثناء تجولة في المدينة يبدو أن جرح نفسها وأثناء الحلاقة أو مصمارة أو حاجة ما فكان صبعا ملفوف بالقارزة بالشيس فعندما كان يغني كان يلوح بذلك الإصبع وكان الإصبع واضح أنه مجرور وكان يقول دمي يقاتل الآن فكانت تلك من الضرائف كانت هناك مشاكسات مشاكسات حلوة أستاذ سلم العبار شارك بعديد القصص وشارك تنام في أمسيا قصصية شارك الشعراء الليبيون والأدباء بشكل فاعل في تلك الأمسيا أجرت لقاءات صحفية مع كل الكتاب والأدباء الليبيين فكانت فعلا مشاركة لها ايضا ارتبطنا بصدقات وعلاقات مع الكتاب والأدباء العراقيين ايضا توصلنا معهم في مجلة الأقلام حتى نشرنا فيها مجموعة من التاج فكانت المرحلة خصبة وهذا المفروض دائما يكون فيه هذه مرحلة من المراحل نتمنى أن تعود من جديد أستاذ محمد مؤخرا تم تكريمك من قبل دوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية ماذا يعني التكريم للأديب والقاس والفنان هو التكريم للأديب والقاس لأي مواطن أعطى لأي رائد الرواد في أي مجال لا يقتصر مفترض فيه الأديب والكاتب أو فئة معينة لكن هو يعني الكثير من حيث الناحية المعنوية هو التفات من سواء من الجهات الرسمية أو من المجتمع في كلتا الحالتين عندما يكرم الإنسان هناك وخاصة في فترة حياته وليس بعد المات عندما يشعر أن هناك من يلتفت إليه وهناك من يقدر عطائه وهناك من ينظر إليه نظرة فيها نوع من التقدير هو هذا شيء رائع جدا والحقيقة أنا أشكر جدا ديوان رئاسة ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وخاصة الأستاذ رافع الفاخري وكل الموجودين في 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 الديوان على هذه اللفتة ونتمنى أن تكون دائما ومقررا للأدباء ولكن هناك الآن أصبحت هناك ظاهرة الآن الحقيقة آسف أشير عليها أصبح التكريم يكاد يفقد معناه لأن كل الجهات وكل الأشخاص كل المجتمعات كل منظمات المجتمع المدني أصبحت إصدار الشهادات والتكريم نوع من ستايلي آه إعلاميا أكثر من شو وبالتالي أتمنى أن يكون التركيز على الشخصيات هناك كثير من الشخصيات الرواد في جميع المجالات في التعليم في الصناعة في الوظيفة في المجتمع المدني في الوطنية في الإذاعة يعني أنت قرأتك وكأنني بك تقول بأن نوع من أنواع المشملات أصبح أصبح الكثير منا وليس الكثير ولكن في الغالب أصبح حتى الآن أصبح حتى لحظنا ظاهرة أن المسؤول أي مسؤول أصبح يكرم والمسؤول في النهاية هو يؤدي في وظيفة في واجب أنت تكرمني على عمل ولكن عندما تقاعد ينهي عمل جميل جدا أن يكرم ولكن التكريم وتقديم الدروب وأصبح الظاهرة ملفتة وكأن هذه الجهة تحاول استقرب إلى المسؤول أو كما يسميها البعض يوسف بنوع من المداهنة والتسلق وهذه الشيء واضح بالنسبة للي يقرأ في هذه الأشياء القرأ العميق حتى القرأ البسيط يقرأ هذه الأشياء عندما أنا نكرم مسؤول أثناء تولي هذه الوظيفة معناها أنا عندي فيه مصدر ونلفت انتباه إلي بشكل أو بآخر هو المسؤول يقرأها بشكل آخر نعم طيب توثيق النتاج الأدبي استاذ محمد أمر مهم نعم مغاية في الأهمية فيه اهتمام بهذا الجانب بالنسبة لأنها في ليبيا فيه توثيق ولا مفيش توثيق لو فيه هل هو بشكل فردي ولا بشكل منهج على مستوى الدولة بمؤسساتها ثقافية هو في الحقيقة طبعا هناك كما ذكرنا في البداية أن المشكلة التي عانت وتعاني منها ليبيا أثرت في كل المجالات نعم بالعكس كانت هناك يعني على أقل خطوات للتوثيق سواء على مستوى دار الكتب الوطنية فكانت فعلا دار الكتب الوطنية مركز لتوثيق جميع المطبوعات والمنشورات والأدب الليبي والإنتاج الليبي بشكل عام وبالتالي نعتبرها بالنسبة لدار الكتب الوطنية كانت هي الزاكرة الزاكرة للثقافة والإنتاج الأدب الليبي أيضا بالنسبة لمركز جهاد الليبيين أيضا كان له دور كبير في توثيق الوثائق والمستندات وما يتعلق بالجهاد يعني كان هناك الأرشيف الأرشيف ليبيا بما يحمل من وثائق والمستندات ومن صور ولا أعلم في بداية الأحداث علمنا أن هذا الأرشيف صرق ونهب ولا أعلم إلى الآن مصيرة فهذه الجهات على المستوى الرسمي لأن العمل التوثيقي يحتاج بشكل أو بآخر نوعا يحتاج إلى نوع من العمل المؤسساتي لأن هناك مثلا مبالغ ستدفع هناك مكافآت تدفع لمن يجمع مثلا هذه الكتب والمخطوطات هناك كثير من الأدباء لم يسعفهم الحظ أن ينشروا ما كتبوها ونشروه في الصحف مثلا أذكر على سبيل المثال هناك مترجم كان في الستينات في صحيفة الحقيقة وكان له تراجم يترجم عن اللغة الإنجليزية المرحوم عبد المخصود الفاخري أي النتاج الآن الكاتب والناقد حسين مخلوف كان من أبرز النقاد ومن أنشط الكتاب في جريدة الحقيقة ولا له أي مخطوط المؤرخ مصطفى محمد مصطفى بازامة هذا كان له نشر كثير من الكتب التاريخية ولكن علمتنا لديه أكثر من عشر خمستاشر مخطوط الآن لم تنشر وبالتالي لابد من من إنشاء أو مركز أو جهة تتولى تجميع هذه المخطوطات المبحثة ليس على مستوى بنغازي فقط ولكن على مستوى ليبيا وكثير من الكتاب من الأدباء من الناس الذين لم ينشروا ولكن هم كتبوا واحتفظوا بما لديهم طبعا العائلة والأسرة لا يمكن تتحمل أعباء كل هذه الطباعة والنشر ولكن لابد أن تكون هناك مؤسسة وتمنى أن تتولى مثلا الدولة الاهتمام بدار كتب وطنية وإعادتها وتفعيل نشاطها أيضا مكتبة الجامعة كانت الحقيقة فعلا من المراجع وقترة من الفترات حتى قدمت برنامج تلفزيوني خاص بالأرشفة وبدأ الوثائق وذهبنا إلى جامعة جاريونس آنذاك آنذاك فترة ما قبل فبراير ووجدنا العديد من المخطوطات في تلك الجامعة وذلك القسمة أعتقد لا يحضرني الأسم للدكتور شمبش إنعم شام محمد إدريس إدريس شمبش إدريس 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 شمبش أيضا مسؤولة على المكتبة ولكن مسؤولة عن هذه المخطوطات ومعارض أعتقد خديجة الفضيل تهيل تقريبا بل ضبط فما نش عارف مصيرها خاصة بعد الحرب هو حسب معلمت أن هناك جهد الحقيقة من خديجة وبعض الزميلات وموظفين في الجامعة يحاولوا الآن إعادة الحياة لهذه المكتبة حتى أنهم أعلنوا نشروا كم إعلان يعني بتجميع أو اللي عنده كتاب وعنده مرجع وعنده صحيفة أو جريدة يحاول جيبها لمكتبة الجامعة تحتاج إلى جهد كبير جدا لتجميع الترات وهو زي ما قلت صد محمد هو عمل المؤسسات حكومة لنا ذاكرة ثقافية يحتاج إلى هو ممكن نجد على مستوى الأشخاص نجد مثلا السالم الكبتي الآن الحقيقة نشط في هذه النقطة نجد أيضا شكر السنكي أيضا يشتغل على هذا المنح محمد لعنيزي القاس والكاتب يشتغل والكثير من الأسماء مهتمين بهذا الجانب ولكن تظل دائما محاولة فردية ولكن عندما تتبنى الدولة أيضا القاس والكاتب إبراهيم النجمي الآن يشتغل على موسوعة لأكثر من 15-20 سنة تضم نتاج الكتاب الليبيين في القصة ولكن باللغة الإنجليزية أيضا هذه الموسوعة تحتاج إلى طباعة وإلى تكلفة مثلا دعم وبالتالي هناك الكثير من الجهود ولكن تحتاج إلى دعم وإلى التفاتة من وزارة الثقافة ومن الجهات المخصصة طيب أستاذ محمد أخيرا يعني التقنيات الحديثة وما أحدثته من ثورة معلوماتية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها الفيسبوك التويتر الانستجرام تيلجرام سمي ما شئت من هذه الأسماء زاحمت الورقة والقلم الأسلوب التقليدي للكاتب هذه الأدوات البسيطة التي أصبحت فيما فيما يبدو ولو لاحقا بدأت تندثر أول أول شي شن شن تعني لك مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام هذه التقنية للأدي بشكل عام من جيلك هو الآن طبعا أصبحت مهمة وظرورية جدا لأن الآن أصبح التواصل على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي فقط أو ليبيا هو بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر وبالتالي أصبحت ضرورة أي كاتب أو أديب لم أو لن يواقب هذه التقنية واستخداماتها سيكون أميا رقميا أميا رقميا يعني على مستوى الرقمي وعلى مستوى الاتصالات فلا شك أنها فتحت نوافذ للكاتب والأديب والمثقف في ارتباطها حتى بالآخرين في السابق أذكر الكاتب لا يلتقي بكتاب والأدابة والمثقفين إلا في مهرجانات وملتقيات الآن أصبحت هناك منصات وهناك صفحات وهناك مواقع صوت وصورة أيضا أنا اشتركت في أكثر من ندوة عن طريق نظام الزوم وهناك الكثير من مشاركات الآن على مستوى الفيسبوك على الصفحات والمواقع تنشر قصة تجد أن الكثير من النقاد والأدباء وأسماء يلتقطون هذه القصة ويقدمون قراءاتهم إذن هذا مكسب للكاتب والأديب في اتساع تواصلة ومعرفة الآخرين بهذا الكاتب والأديب هذا الجانب المضيء الجانب المضيء ولكن الجانب السلبي هناك طبعا أصبحت المجال مفتوح لأي كتابات وأصبح المعيار السرقات والسرقات أولا نتحدث عن ظاهرة مثلا النشر بشكل والمجاملات أيضا في العمليات النقدية وأنت رائع وأصبحت هذه خلقت نوعا من الأدب الهش أو الوهم الوهم السراب السراب ولكن هو في نهاية الأمر الذي يبقى هو العمل الجيد حتى في أي عاصم العصور حتى على المستوى الصابق لما كان هناك إصدارات ورقية أو مخطوطات ورقية ولكن لم يصل إلينا عبر التاريخ إلا الكتاب الذين كانوا مبدعين في أعمالهم وبالتالي ضروري حتى أذكر حتى في فترة الصحافة عندما كانت مثلا الصحف الليبية وخاصة في فترة السبعينات والثمانينات كانت الكثير من الصحف تنشر لكتاب ولأدباء ولكن لم يعلق في الذاكرة إلا أسماء محددة أسماء معينة صحيح هناك الآن ظاهرة هي أعتبرها ظاهرة صحية وظاهرة رائعة إن الكم الآن في عدد الكتاب الشباب الذين يكتبون بتقنية عالية وبفنية راقية أصبح عددا كبيرا ملفت وهذه ظاهرة فعلا رائعة جدا يعني بقدر ما وسائل التواصل الاجتماعي أثرت سلبيا لكن هناك تأثير إيجابي بحيث أن هذا الكم أصبح يفرز ويغربل في أسماء رائعة ستكون هي الأسماء أو المبدعة في الزاكرة أو إضافة للزاكرة الثقافية اللي به نعم أستاذ محمد العديب والقاص الكبير شكرا لقبولك للدعوة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذا الحوار لأضاف لي أنا حتى في مسيرة الإذاعية الكثير بكل تأكيد خاصة أن هذا تقريبا أول لقاء لي معك شكرا سيد أحمد وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه القناة وتمنى لكم التوفيق ومزيد من التألق والإبداع بإذن الله بإذن الله الصباحك سعيد إن شاء الله سلمك تسلام تسلام